يقوم هذا الفيديو بعرض أحد المبادرات التي يعمل عليها قسم الأبحاث في شركة علم يتميز قطاع الأبحاث بشركة علم بمبادرات بحثية حول معالجة اللغات الطبيعية ومنها اللغة العربية وضمن هذه المبادرة قمنا بتطوير النظام المعرفي المساند للقضاء للتنقيب في بيانات الدعاوى القضائية يتكون النظام من جزئين رئيسيين البحث الدلالي في القضايا والأحكام ومتعلقاتها والجزء الثاني المتعلق بإحصاءات عامة في حملية البحث الدلالي يوفر النظام طريقتين للاستعلام الأولى استعلام بكامل مستند القضية وهو ما يسمى الاستعلام الطويل والثانية استعلام بكلمات معينة وهو ما يسمى بالاستعلام القصير سنأخذ مثالا هنا على الاستعلام الطويل والبحث عن قضايا وأحكام صدرت ومشابهة للمثال الذي سنستخدمه من قضايا التزوير أولا يقوم القاضي برفع الملف المطلوب حتى يقوم النظام بالبحث عن القضايا المشابهة له وعند رفع الملف يقوم النظام بمعالجته تلقائيا بعدها يستطيع القاضي تصنيف المستند المرفوع بالضغط على زر تصنيف وهنا يستخدم النظام خوارزميات تعلم الآلة لتصنيف المستند تلقائيا بحيث يقلل مساحة البحث يقوم النظام بعرض معلومات البحث المسترجعة من قاعدة المعرفة بطريقة مختصرة وغنية بالمعلومات ومرتبة بحسب نسبة التشابه بحيث يستطيع القاضي أو الباحث الوصول إلى المستندات المشابهة للقضية قيد البحث بسرعة ويسر يقوم النظام بعرض معلومات البحث المسترجعة من قاعدة المعرفة بطريقة مختصرة وغنية بالمعلومات ومرتبة بحسب نسبة التشابه بحيث يستطيع القاضي أو الباحث الوصول إلى المستندات المشابهة للقضية قيد البحث بسرعة ويسر كما يمكنه الوصول لأجزاء معينة من المستند بسرعة فمثلا عند اختيار نص القضية يستطيع القاضي استعراض النص الخاص بالقضية بسهولة كما أن النظام يستخدم خوارزميات تعلم الآلة لاستخراج الأعلام والكلمات المفتاحية التي تدل على المحتوى النصي بسرعة وسهولة وإظهارها للقاضي وبالمثل يستطيع القاضي أن يصل إلى الأجزاء الأخرى من مستند القضية كقانون الجلسة أو شريعة الجلسة وغيرها بسرعة وكفاءة عالية ويمكنه أيضا استعراض كامل تفاصيل القضية بالضغط على زر تفاصيل القضية يستخدم النظام المعرفي عددا من النماذج اللغوية بدءا من تجديع الكلمات والمعالجة النحوية للنصوص مرورا باستخراج الكلمات الدالة والأعلام وانتهاءا ببناء استعلام مركب للحصول على المستندات المشابهة لمستند القضية قيد البحث الجزء الثاني من النظام هو الإحصاءات العامة ومنه يستطيع القاضي أو الباحث استعراض القضايا الموجودة على حسب تصنيفها كما نشاهد في مثالنا الخاص بقضايا التزوير حيث يوجد 169 قضية موزعة على ثلاثة تصنيفات فبمجرد الضغط على التصنيف في المخطط يقوم النظام بعرض كل القضايا تحت هذا التصنيف كما يمكن أيضا استعراض القضايا حسب التوزيع الزمني لها وحسب كل تصنيف أيضا يمكن عرض القوانين الأكثر استخداما في هذا النوع من القضايا وكذلك التشريعات الأكثر ارتباطا بالقضية كما يمكن عرض القضايا حسب التوزيع الجغرافي لها ويمكن أيضا عرض أبرز المؤسسات التي كانت لها علاقة بهذا النوع من القضايا المترجم للقناة